الرحمة وما أرسلناك إلا رحمتك للعالمين بخلق القرآن وذكره أبو العرب في الضعفاء يعني في الفقه مذاهب مطروكة في الحديث كان ضعيفا وقال ابن معين ليس بشيء في العقيدة كان يقول بخلق القرآن وقال ونقل عن أبو الحسن العجلي قال قال في إبراهيم ابن علية جهمي خبيث ملعون ينهر أبيض شكرا يا معتز يعني جهمي خبيث ملعون يقول بخلق القرآن هذا الإنسان اللي بيقول القرآن كله بينقض بعضه القرآن كله متناقض ده مش نص بشري ده مش نص إلهي ده نص بشري ينقض بعضه بعضا نفس الكلام اللي تقال زمان بيتقال عليه أنه ليس بشيء كان بيتقال عليه أي ده كله الإمام أحمد نفسه قال عنه ضال مضل الإمام الشفعي اللي كان معاصر ابن علية الإمام الشفعي اللي كان معاصر ابن علية الإمام الشفعي قال في شان بن عرية أنه إمام ضلالة الراجل ده كان ضال تخيلوا المدرسة اللي هي بتقول إن دية المرأة نصف دية رجل بدايتها سيدنا عمر بن خطاب طبعا فيها أحاديث وهي كان في إسناد ضعف بدايتها سيدنا عمر بن خطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب المدرسة دي من قال بإن دية مرأة نصف دية رجل ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر ووقع إجماعي الصحابة على ذلك ووقع إجماعي التابعين على ذلك وإجماعي أتباعي التابعين على ذلك إلا ابن عليا إلا ابن عليا تلميذ أبو بكر بن الأصم واخد الكلمة دي من شيخه أبو بكر بن الأصم دول الاتنين اللي خلفه إسلام البحر النهاردة لما ياخد دينه ياخد دينه من عمر لا طبعا من أبي بكر لا طبعا من عثمان من علي رضي الله عنه أجمعين لا ياخد دينه من عبد الله بن عمر وابن عباس وابن سعود لا ياخد دينه الأيمة الأربعة لا إنما ياخد دينه من من الجهم الخبيث الملعون ابن عليا شفتوا الترتيب شفتوا الترتيب شفتوا المدرسة مشية زي شفتوا التفكير رايح فين يعني في البداية يروح يقولك ابن عربي الإمام الأعظم يقولك الحلاج الشاعر العظيم والمدرسة مش عارف ايه دول اللي كانوا بيقولوا احنا هنخترع قرآن جديد زي ما بالضبط ده بيقول القرآن ينقط بعضه بعضهم مش صالح أصلا ده كله بيرقد بعضه واخدين بالكو واخدين المدرسة شايفين المدرسة عاملة ازاي شايفين اسلام البحير بياخد دينه منين وبالتالي لما يطلع بيقول علينا الضاللات ويسمع منه الضاللات اللي حيب نسمعها منه الليل نهار يا جماعة هي السلسلة واحدة الخبث اللي موجود في أول السلسلة هو نفس الخبث اللي موجود في أخر السلسلة انتو يعني انزع لنا من ايه الضالل اللي كان موجود هنا هو الضالل اللي ما كان موجود هنا المسألة بسيطة جدا مسألة مش صعبة يعني لازم نفهم الكلام ده كله ولكن انا عايز اقول ان الناس دي ابن عربي والحلاج وغيره تصدى لها ائمة العلم في هذا الزمان ووقفوا لهم وقفة جازمة فكانت النتيجة خلاص بقوا في مزبلة التاريخ زي ما ان شاء الله يكون مصير كل إنسان مشى في المدرسة دي وصار على نفس الدرب ده ان شاء الله بإذن الله يتبرك وتعالى وانا أبشر إسلام ده مصيرك إلا متتوب إلى الله سبحانه وتعالى فأدي أنموذك جديد من نمازج الإسلام البحيري بيثنى عليها ثناء عظيم جدا وبالغ جدا 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 تعالوا مع بعض نشوف برضو مقطع جديد لحاجة جديدة بقى من الإسلام البحيري بيثنى عليها ثناء بالغ جدا 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 مدرسة يعني أنا ذات نفسي الآن لما أقول لكم المدرسة دي بتخالف أهل السنة في إيه وبتخالف المسلمين في إيه أنتوا ذات نفسكم يعني تقولوا ده المدرسة دي يعني بشعة جدا ده تعادي كل حاجة ما نقول لكم إسلام البحيري بيدور على أي حد بيدور على أي حد حالي بالدين قديما ويأخذ منه الكلام بتاعه فاكرين زمان وإحنا بنعرض الحلقات بتاعت غلط في غلط لما قال وربنا عز وجل نزل نار على قوم لوط فأحرقهم وبعدها أمقيل الآية قالوا أرسلنا إلى قوم أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة منطين أمقيل فربنا نزل على نار حلقتهم وقالت لكم زمان أنه وانا بيدور كده يعني قوم لوط دزلت عليهم حجارة من السماء هو لسه أي الآية الكلام ده كان بمنين فوانا بكتب كده على جوجل عقوبة قوم لوط في الكتاب المقدس فوجدت أن عقوبتهم في الكتاب المقدس كما في سفر التكوين أي خمسة وعشرين فأنزل الرب عليهم نارا فأحرقتهم عرفتوا كان بيجيب كلامهم منين طب تعالوا نشوف بقى ثناء جديد من ثناءات إسلام البحيري والراضي بقى على مدرسة كاملة وبعد ما نسمع الفيديوهين دول هقول لكم المدرسة دي إيه العلاقة بينها وبين أهل السنة إيه العلاقة بينها وبين الإسلام تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني فضال فدول من القرن التالي فحطوا بوادر أن المخالف أن كتب المعتزلة المعتزلة فرقة فكرية بتقدس العقل وأنا والله معهم يعني الناس دي أفادت الإسلام جدا لكن لأسف هي تم تكفرها أنه كان ساعتها هو الفكر الأساسي الفكر المعتزلي مثلا فكر متنور جدا جميل جميل يبقى نستفيد أولا من الفيديوهين حاجتين مهمين جدا الحاجة الأولية الفكر المعتزلي هو فكر متنور جدا 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 الفكر ده خدم الإسلام وأقول لكم الخدمات العظيمة اللي أم بها الفكر المعتزلي دلوقتي خدمات ما بعدها خدمات والفكر المعتزلي له خدمات كبيرة جدا في الإسلام الفكر المعتزلي بيقدس العقل جدا 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 وهو قال أنا منهم إن شاء الله بإذن أنت منهم وبإذن ظننا كبير إن شاء الله أو يقننا كبير إن شاء الله إنك إن شاء الله تكون معهم لأن المرء يحشر من أحب ربنا يحشرك يا رب مع الحلاج وابن عربي مشيخك وأسيادك ربنا يحشرك معهم يا رب إن شاء الله ونشوفك كده ومن القيامة وإنت محشر معهم تعالوا مع بعضنا نشوف بقى إيه إيه قصة المعتزلة المعتزلة دي فرقة من الفرقة التي نشأت في الإسلام نشأت بعد مسألة ترجمة الكتب بتاعت التراث اليوناني والتراث الهندي وغيرها من الأديان اللي حكالت حوالين الناس وبدأت تترجم الكتب دي والمعروف ده بعصر الترجمة في الدولة العباسية لم بدأت الكتب دي تظهر وضعت لنفسها الكتب دي كان طبعا الناس دي ما كانش عندها الشرائق ولا كان عندها دين فكان أصلا أهم حاجة عندها العقل فالمعتزلة قالت إحنا برضو أهم حاجة عندنا العقل فقدس العقل جدا وقالت إحنا نحكم على النصوص الشرائية أصلا من خلال العقل نقبل نقبله وننقضه لننقضه وننقضه بالضبع اللي ننقضه ونظرا لأن مدرسة المعتزلة ليس لها ثوابت يعني أهل السنة المسلمين لو جيت سأله في مسألة وقالك والله القرآن بيقول كذا والله السنة بتقول كذا والله يجمع المسلمين كذا والله كذا كذا إنما المعتزلة لم يكن عندها ثوابت والمبادئ تمشي عليها هو أهم حاجة العقل فبالتالي المعتزلة دي نظرا لكل واحد له عقل وكل واحد له طريق تفكير معينة المعتزلة دي اتكون منها عشرين فرقة وكل فرقة بتكفر التانية وكل فرقة لها معتقدات خلافة المعتقدات بتاعة الفرقة التانية زي ما انتم شايفين دي قلتوا بيقول خدمة الإسلام كتير جدا طب تعالوا نشوف خدمتها في الإسلام واحد أول خدمة عملوها فينا المعتزلة عملوها في المسلمين قالوا بفتة خلق القرآن فأول من قال بخلق القرآن كانت فرقة المعتزلة وانا قلت لكم أحبابي ان القول بخلق القرآن فيه من المفسد الشيء كتير جدا يعني هقول لكم منهم حكتين أولا أولا لما أقول أنا أقول دراعي دي مخلوقة أنا بتكلم عليك هبشر الآن أنا دراعي دي مخلوقة يبقى الذات ايه؟ مخلوقة يقينا صح كده؟ طيب ولله عز وجل مثل أعلى لما أقول كلام الله الوالقرآن مخلوق يبقى القرآن يبقى الله الوالذات اللي اتكلمت بهذا الكلام مخلوقة ولذا زي ما قلت لكم ابتلي العلماء في هذا الوقت بفتنة خلق القرآن وقتل في هذه الفتنة من العلماء ما لا يعلمه أحد أبدا إلا الله قتل مثلا أحمد بن نصر الخزاعي إمام من أئمة المسلمين في هذا الوقت الإمام البوطي رحمة الله عليه القديم التلميذي الشفعي قتل في هذا الوقت عشرات ومئات من العلماء قتلوا في هذا الوقت آلاف العلماء اترموا في السجون في هذا الوقت وظلت هذه المحنة تتبع مع ثلاثة من الخلفاء حتى جاء الرابع ورفعها عن المسلمين لأنه كان بيحب السنة سبحان الله شفتوا الخدمة العظيمة التي عملتها فينا المعتزلة؟ شفتوا الخدمات العظيمة؟ التطاول على ذات الله سبحانه وتعالى لما قالوا النقاء مخلوق يبقى الذات مخلوقة تبقى مصيبة بقى واغدين بالنا واغدين بالنا لما يكون هذا هو الفكر اللي خدم الإسلام الإمام أحمد اللي عذب وضرب وأهيم وكان بيتضرب الضربة من هنا يغشى عليه رحمة الله عليه وظل مسجونا سنين ومنع الناس من التحديث سنين ومنع العلماء من الكلام سنين جميل؟ شفتوا بقى الخدمة العظيمة اللي عملها لنا المعتزلة؟ شفتوا الخدمات الكبيرة للمعتزلة اللي عملوها في الإسلام؟ ده دي فتنة واحدة بس ده دي فتنة واحدة بس من فتنة خلق القرآن يذكر الإمام بن بطل عكباري رحمة الله عليه في كتاب الإبانة بيذكر موقف بس إن في أحد العلماء وكان شيخا كبيرا أخذ وترمى في السجون وتسلسل وتأيد كده واغدين بالنا لحد ما في يوم من الأيام افتقروه فطلعين طالع بقى كده بقى يعني خلاص يعني راجل طالع ظهره محني وكبير السن ومقيد بالسلاسل ومقيد بالأغلال فأتى به الخليفة وكان أحمد بن أبي دؤد المعتزلي في هذا الوقت مقرب من الخليفة فبيقوله تعالى بيقول الشيخ ناظر أحمد فقال الشيخ إنه صغير على المناظرة ده واحد أصلا ما يستحقش أصلا مناظرة فسبحان الله بيقوله إيه بيقوله اعدوا يا أمير المؤنين عد بقى اللي أنا هقوله له يا أحمد القول بخلق القرآن الكلام ده كان قبل لإتمام الدين وإكماله ولا بعد إتمام الدين وإكماله فسكت معرفش يرد لو قال إنه هو بعد إكمال الدين طب ما هو النبي لم يتكلم بحاجة اسمه خلق القرآن ولا الصحابة ولا التابعين ولو قلت إنه كان قبل طب هاليه النبي ما تكلمش به أكان قبل إكمال الدين أم بعد إتمام الدين فسكت معرفش يرد أم أقول له يا أحمد الشيخ بيقول للأحمد بن أبي دقاد المعتزل يا أحمد يا أحمد هل رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بخلق القرآن بفتنة خلق بالكلام في خلق القرآن أم لم يعرف فإذا قلت عرف فقد كذبت لأنه لم ينقل عن النبي أنه قال ذلك وإن قلت لم يعرف شيء رسول الله لم يعرفه تعرفه أنت فسكت معرفش يتكلم ثلاثة قال له يا أحمد الخلفاء وراشدين الأربعة دعوا الناس إلى هذه العقيدة أم سكتوا عن ذلك قال له سكتوا قال يسعنا ما وسعهم يا لكع يا ابن اللكع يسعنا ما وسعهم فضحك الخليفة وقال يسعنا ما وسع الصحابة يسعنا ما وسع الخلفاء ثم أمر بأحمد فطرد وأنشر هذا الخليفة السنة فالشاهد بس الخليفة بيقول إيه الخليفة بيقول إيه بيقول فكوا أسر هذا الشيخ فكوا أسر الشيخ سبوا بقى علشان يطلع بقى الأولاد وزوجتمهم محبوس بقى له كم سنة فقال له شيخ لا والله أبدا والله لا تأخذ مني هذا الوثاق آه أنتوا هتحلوه ولكن لا تأخذ مني هذا الوثاق لأنني عزمت على أن أوصي أولادي أنني إذا ميت يوضع هذا الوثاق معي في قبري فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل أقول له يا رب سل هذا لما ألقيته في السجن هذه السنوات إسأل أحمد بن أبي دؤد أنا ترميت في السجن ليه دي خدمة المعتزلة العظيمة اللي عملوها للإسلام والمسلمين أن آلاف من العلماء قتلوا آلاف سجن وفتنة عظيمة يعني أهلاكة خلق كثير في هذا الوقت من خدماتهم العظيمة طبعا يعني ممن أنشأوا القول بنفي الصفات عن الله يقولوا ربنا اسمه السميع ولكن لا يسمع اسمه البصير ولكن لا يبصر اسمه العليم ولكن لا يعلم المعتزلة الفرقة الكبيرة اللي كان لها خدمات في الإسلام المعتزلة اللي هم خدمات في الإسلام طعنوا في أكابر الصحابة وشنعوا عليهم ورموهم بالكذب فقد زعم واصل ابن عطاء أن أحدى الطائفتين يوم الجمل كانت فاسقة إما طائفة علي وإما طائفة عائشة والزبين واحدة من الاثنين فاسقة ففسقوا الصحابة الخدمات العظيمة اللي اسمه البحير يقول المعتزلة عملتها وقال أن الصحابة فاسقة ولا تقبل شهادتهم دي مدرسة المعتزلة مدرسة المعتزلة اللي قالت نفت نفت بقى نفت شفاعة النبي يوم القيامة النبي هاشفعليك يوم القيامة حتى كلين يقول صلوا في اللي هاشفع فيك صلى الله عليه وسلم لا نفت شفاعة مش حاجة اسمها شفاعة نفت أعظم نعيم الجنة نفت رؤية الله سبحانه وتعالى نفت رؤية الله سبحانه وتعالى قالت شوفوا الخدمات العظيمة اللي طلع منها ولا عيض بالله الفك التكفيدي قالوا أن العاصي مخلت في النار لا شفاعة له أي حد يعصي مخلت في النار لا شفاعة له نفوا القدر وأن الله عز وجل لا يعلم بالأمور حتى تقع جميل كذلك أيضا عيسى بن الصبيح الملقب بأبي موسى كان يقول كان يقول ده راهب يقوله عليه راهب المعتزلة كان يقول كان يكفر الأمة بأسرها بما فيها المعتزلة ما لطلقوا باقت فرق كتير جدا وكفر بعضهم بعضا كفر بعضهم بعضا سبحان الله وبعدين وبعدين فرقة زي المعتزلة كده ده أنا جبتلك بس رؤوس أقلام والله رؤوس أقلام فيه مجلدات اتكتبت عن المعتزلة ولكن دي رؤوس أقلام زي ما خدنا رؤوس أقلام في ابن عربي والحلاج والمجموعة دي إذن بعد التلت حلقات دول أنا عايز أوصل لإيه أنا عايز أوصل لإيه أنا عايز أوصل لحاجة واحدة إنك عايز تعرف الشخصية اللي قدامك شوف هي بتثني على مين شوف هي أخد الدينها من مين استعمل بحيري ما دورش على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين وأتباع التابعين والعلماء الذين شاهدت لهم الأمة كلها بالفضل والعلم والشرف لا وحطوا دول كلهم في جنب وراح خدينه على ابن عربي خدينه عن الحلاج فارق فودة نصر أبو زيد خدينه عن ابن عليا اللي كان دايما علماء المسلمين بيقولوا إحنا شفنا منهم الكفر البواح شفنا منهم الضلال المبين شفنا من الفرق دي إفساد في هذا الدين ولكن لو لا أن الله قيض أهل العلم في هذا الوقت يعني والله لو صنع بأي ديانة أخرى ما صنع بالإسلام ما بقت على وجه الأرض من كثرة أعدائها نموذج بقى من ابن عربي الحلاج لحد ما وصلنا للتنميذ النجيب إسلام البحيري التنميذ النجيب لهذه المدارس مدارس الزندقة مدارس البدع مدارس التألي على الله والتألي على رسول الله مدارس الطعن في الصحابة مدارس إفساد عقائد الناس مدارس اللي هي عايزة تشيل الثوابت من حياة الناس هي مدرسة واحدة مدرسة واحدة إن شاء الله يجمعه مع بعض يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى بقوا مع بعض في نفس المدرسة بنفس الجروب بتاعهم ده كده إن شاء الله وبإذن الله تبارك وتعالى يعني أرجو أن تكون كده فكرة التلات حلقات وصلت لكم مين هو إسلام البحيري عن طريق نعرف هو شيوخه وبيأخذ دينه عن مين سألت أن أقول خلاص أنت بالنسبة لنا أصبحت عاري أنت ومدرسك العلمانية القبيحة أصبحت واضح بالنسبة لنا فخلاص من الجايب أن شاء الله سترى بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني ما تقر به عيون المسلمين من فضحك أنت ومنهجك ومنهج مدرسك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وإن فعلمنا ويجعلن وإياكم من سعون القول فتعون أحسنه وصلى الله حبينا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله الرحمن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين